اشتركوا في القناة 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 الخاصة او على تليفوناتهم بيتابعوا الحاجات دي لان احنا علمناهم هذا الامر او فتحنا لهم هذا الباب وبالطريقة الغير مباشرة ان احنا مشغولين عنهم فيحسوا بعدم دفء محبة اهتمام من الاودرز في الوقت ده الراديو والتفزيون والحاجات دي ارجو اننا نكون عندنا بنعمة ربنا روح السيطرة على انفسنا في هذه الفترة او يمكن نلغيها تماما. نمرة ثلاثة اننا ما نستقبلش الضيوف كتير في البيوت وخاصة الزيارات العقلية اللي بتشغل الوقت طويل خالص وبنقد نستعد لها بعداد طعام وعداد تجهيز البيت بطريقة يعني متكملة ومبالغ فيها شوية احيانا لان كل هذه الامور بتأثر على تركيز ولادنا في متحنتهم وفي مذكرتهم يهمنا جدا ان ولادنا يحسين بهدوء في البيت وشعرين ان البيت خاص بيهم في هذه الفترة لانهم يستطيعوا انهم يركزوا يهتموا بدرستهم وعلشان كما ننشغلش اكتر في واجبات الضيافة الاهم من هذا كله يا حبائي اننا كمؤمنين بنعمة ربنا في حياة ولادنا بنوجد جو من الصلاة والجو الروحي في البيت الصلاة من اجل ولادنا الصلاة معاهم الصلاة من اجلهم في الكنيسة نقدم اسمائهم للكنيسة تصلي عليهم ويبهم عارفين كده فيشعروا بمعونا ندعوهم هم ان يخصصوا وقت لانهم يصلوا ونقف معهم نصلي ونطلب نعمة ربنا ونطلب حكمة وتدبير من ربنا عشان يديهم نجاح حقيقي اله السماء يعطينا النجاح دي اية في كتاب مقدس اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد ونقوم نمني في سفر نحمية وضع لنا هذا المبدأ ان النجاح من ربنا ولازم نوصل هذا المفهوم للولاد لكن احنا علينا دور اذا كانوا ولادنا مش مستعدين في المذاكرة ممكن نساعدهم اذا كان حد محتاج ارشاد من حد كبير يساعده بنصيحة كيف يرتب وقته وكيف يعدي نفسه للمتحانات مفيش مانع نساعدهم فالمهم بنفكر مع ولادنا ازاي يحسنوا مستواهم وفي كل هذا بنعلمهم ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد ونقوم ونبني ونهتم ونقسم وقتنا ونساعدهم ونديهم امثلة على كيفية يوزعوا الوقت على المدراسة والراحة والدراسة تاني والتركيز مهم جدا ان الاولاد يجدوا معونة نفسية في هذا مهم ايضا انهم ياخدوا امثلة من كتاب مقدس للنجاح وان النجاح بيحتاج ثقة وامان في الله وايضا تعب وجهاد روحي لكي يكلل الله هذا الجهاد وهذا التعب بالنجاح ايضا اولادنا محتاجين من الناحة النفسية روحي الثقة بالنفس لازم نقولهم انت تقدر انت بنعمة ربنا تقدر ركز اكتر وذكر الحتة اللي مش فهمها وبنعمة ربنا هتفهمها وهكذا نحسسهم بانهم احنا عندنا ثقة فيهم فتنتقل هذه الثقة الى زواتهم ما يتهزوش كتير من الاولاد مذكرين لكن ما عندهمش ثقة في نفسهم نحن ملزمين ومسؤولين عن اننا نوفر لولادنا جو روحي نفسي منزلي ادبي بمعونة من عندنا وبثقة فينا الله يعطي اولادنا نجاح حقيقي وللهنا المجد دائما ابديا امين اشتركوا في القناة